شوفنا سوف الحلقات اللي فاتت عبد الناصر عمل ايه في العراق وازاي هو السبب في حال العراق النهار وكان طبيع محطتنا اللي بعد كرة تكون سوريا عشان نشوف ازاي عبد الناصر ما هدلوش بال إلا لما بهد الأمال هيا كمان خلونا نبدأ حدوتة سوريا مع عبد الناصر من لبنان في آخر يونيو سالة تسعة وخمسين فرجال الله الحلو واحد من أبرز قيادات الشيوعين اللبنانيين ياخد قرار مصيري هيغير حياته أو هينهيها تماما بإنه يسافر على سوريا قرار خطير جدا في الوقت ده تحديدا اللي كان فيه الجمهورية المتحدة تحت قيادة عبد الناصر مع اللقاء الشيوعين في مصر وفي سوريا على المفشخ خصوصا بعد كل اللي حصل من الشيوعين في العراق في الوقت ده كان الشيوعين في مصر بيتلموا ويترموا في أبو زعبل زي ما حكينا قبل كده وفي سوريا كانوا بيتخاطفوا ويختفوا في زنازين المخابرات العسكرية واللي هو قبلها بشهور بسيطة يعني لسه واحد من الشيوعين السوريين مدفئ ديهم من التعذيب اللي هو سعيد الدروبي لكن فرجال الله الحلو اللي كان عنده وقتها 52 سنة كان لازم يروح بنفسه سوريا عشان يمارس دوره كقيادة في التنسيق والإدارة مع خلايا الشيوعين السرية في سوريا خصوصا قبل كده بالفعل كذا مرة في الكم شهر اللي فات كان بيروح سوريا ويرجع بهوية مزورة فمحدش بيعرف هو مين بس مراته من كتر القلق المرة دي يعني اترجيته ما يسافرش لكنه طمنها ووعدها نديها تكون اخر مرة وفعلا الراجل ما خلافش وعدها دي كانت اخر مرة يروح فيها سوريا واخر مرة تشوفه فيها المرة دي لما وصل فرجال الله الحلو للبيت الامن المتفع عليه في دمشق بدل ما يلاقي زميله الشيوعين مستنينه لا الزباط المخابرات مستنينه كانوا قابضوا على ناس زميله وقدروا يخلوهم يقروا بكل حاجة تحت التعذيب فالمخابرات كانت عارفة كل حاجة عن رحلة فرجال الله الحلو وكانوا متابعين ولحظة بلحظة من اول خروجه من بيته في لبنان المهم اتخذ الراجل متدار للنار على المخابرات السورية عشان تبدأ حفلات التحقيق والتعذيب كان عاوزين يعرفوا منه كل المعلومات الممكنة عن الشيوعين في سوريا خلاياهم المنازل الامنة اللي بتقابلوا فيها بس فرجال الله الحلو استحمل التعذيب وما نطقش بحاجة الحاجة اللي طبعا بتجنن السلطات عموما يعني ايه مواطن عنده كرامة ومبادئ وما بينهارش تحت التعذيب بيبقوا اخدينه اتحدي شخصي فضلوا اضرابوا فيه لغاية ما العصيان بتكسر على جسمه قلعوه ملط وعلقوه فضلوا يجلدوه بالكرابيج على جسمه كله اتعلق على الفلكة وهاتك يا ضرب وبرضه ولا كلمة بدقوا يكهربوه مفيش فايدة نفخوه لقوا مش بس كده يعني شوف اللي بتكار في التعذيب يبقى بيتنفخ والضابط دايس على بطنه بالبيادة بحيث يتمزع من جواك يعني هم مش مكتفين ان هم يعذبوك على جسمك من برا لا ده التعذيب لازم يكون من جواك كمان المهم المسلخة دي فضلت شغالة 12 ساعة متوصلين وما وقفهاش الا ان الراجل اغم عليه وهو متكوم على الارض غرقان في دمه جسمه بقى كله لونه ازرق وشه وعينيه وارمين بشكل بشع وجلده كله متسلخ من ضرب الكرابيج ونفسه كان بيطلع بالعافية اصلا من كتر الاعياء ما كانش قادر يتنفس حتى وهو مغم عليه الجسم خلاص انهار وقبل ما يطلع عليه الفجر كان يعني لفظ انفاسه الاخيرة حاجة لما كانش وقتها خالص بالنسبة لعبدالناصر مش وقت الشوصرة دولية دلوقتي خالص ليه يعني الشوصرة فالرجال الحلو ده مش نكرة ده شخصية عامة في لبنان ومن كبار قيادات الحزب الشيوعي اللبناني ولعب دور في استخلال لبنان على الاحتلال الفرنسي فقتله بالشكل ده مش حاجة تعدي بالسهل كده يعني وفي الوقت ده علاقات عبدالناصر بروسيا كانت مش في احسن حالتها يعني وهو بيحاول يرضيهم باي شكل عشان مفاوضات تمويل السد العالي تتم بنجاح فطبعا موضوع تعزيب وقتل فرجال الحلو لو اتعرف هتكون فضيحة دولية كبيرة لعبدالناصر هو مش حملها دلوقتي يبقى نعمل ايه؟ احنا النهاردة على موعد مع اول بن سلمان في العالم العرض بن ناصر اللي قرر يخفي الجسة في الاول دفنوا الجسة يعني في حتة ارض متطرفة كده بتاعة رئيس فرع المخابرات اللي تقتل فيه الحلو بس حسوا ان لا اكده الجسة مختفتش بالقدر الكافي محتاجين نخفيها اكتر كمان العملية اللي هتربط اسم عبدالحاميد السراج في عقول السوريين للابد بالرعب المتجسد في بني ادم بعد دفن جسة الحلو بعشرين يوم رجوا اطلعوا جسته تاني وقطعوها بالمناشير وحطوها صنط كبيرة واخدوها على البيت اللي هيخفوها فيه جابوا بنيو وسدوا بلعتوا بالاسمنت وملوه بالحمض ميت نار وحطوا الجسة المتقطع فيه وغطوه بباب خشب قديم وسبوه وبعدها بتلات اربعة ايام راحوا يشوفوا الطبخة استوت ولا لسه شالوا الغطع عن البنيو عشان يلاقوا مادة سودة تقيلة زي الزيت مليانة رغاوي يعني ده كل اللي فضل فمتخيلين الريحة كتعاملة ازاي؟ حتى العظم كان داب في الحمض السائل الجهنامي اللي فضل ده حفروا حفرة جنب البيت وده لقوا شوية فيه يعني وردموها والباقي رموه في نهره قريب منه وبكده الجسة اختفت تماما بلا أثر فنقدر نجدب براحتنا بقى واحنا متطمنين ان اي حد هيدور ورانا مش هلاقي حاجة عبد الحميد السراج باتصل بعبد الناصر يعرفه اللي تم واتفقوا ان هم ينقروا كل حاجة واي حاجة وانهم ما يعرفوش مين الحلو ده أصلا ولا عمرو مش هفوه ولا دخل أصلا سوري وفضلوا مسكين في الكتبة دي الرئيس الروسي خروشوف ورئيس وزراء الهند ناهره والزعيم الكوبي في دال كاسترو كلهم حاولوا يضغطوا على عبد الناصر عشان يعرفوا اي حاجة عن مصير الحلو وعبد الناصر مصر على انه لا يرى لا يسمع لا يتكلم مين اجد عن الحلو ده او حلو اول الدرجات دي يعني وقتها بدأت حملات دولية كبيرة بالطالب الافراج عن الحلو اقصى خيالهم وصلهم الى انه معتقل في سوريا لانه مفيش حد في العالم كان يخطر في ابشع كوابيسه اللي الانظمة العربية بتعمله بدم بارد مع الناس ولكن في النهاية بعد عشرات السنين ظهرت الحقيقة اللي صرح بيها عبد الحميد السراج نفسه في حوارته الصحفية سواء هو او غيره من رجالته في مذكراتهم اللي نشروها يعني لكن عبد الناصر فضل مسك في الكتبة بتاعت ما عرفوش ابيه والله لغاية اخر يوم في عمره دي كده حاجة على طرف المعلاقة بس تقولك شكل الجمهورية المتحدة بتاعت عبد الناصر كان عامل ازاي لكن خلونا نتكلم عن سوريا نفسها سوريا يعني بتنفرد بانه هي الدولة الوحيدة اللي عبد الناصر حكمها غير مصر التجربة المكتش يعني سعيدة ابدا لأي حد في سوريا الوحدة بين مصر وسوريا او جوازة الصالونات اللي تمت بسرعة سنة 58 والعالم العربي كله كان بيتفرج على الفرح وهو مبهور ومنتشي بالحنجوريات والسكينة سرقا الجوازة دي انهارت بعد ثلاث سنين سود الطلاق اللي كان صدمة للكل للمعزيم والعريس والعروسة صدمة محدش تعافى منها ابدا خصوصا وانا قبل الجوازة الشقمي دي باربع سنين سوريا كانت ماشية في مصار مبشر جدا لأ سنة 54 صباط الجيش السوري ايه ليشه قديبش شكلي من الحكم واللي وصل للحكم بانقلاب عسكري سنة 49 ومن يومها وهو مدوق السوريين للمرار بس المرة دي ما كانش انقلاب لان البلد كلها قامت ضده بعد ما كل جاب اخره يعني كانت ثورة اسابيع من مظاهرات الطلاب فاربع مدن كبيرة دمشق وحلب وحمص وحمد واضرابات عمالية ونقابية في البلد كلها والجيش اتحرك في الاخر بس يعني نقدر نقول استجابة لمطالب الشعب او هكذا تقول الاسطورة يعني المهم شاهد ان الموضوع المرة دي بدأ من الشعب مش من الجيش والشعب المرة دي جاب اخره من الشيشكل وغيره من الحكام العسكريين المستبدين عموما فكانت كل مجمع لانهم يقفلوا صفحة الحكم العسكري دي الى الابد في سوريا ويبدأوا فصل جديد في تاريخ سوريا من الحكم المدني الديمقراطي والدنيا كانت ماشي معهم تمام في السكة دي والانتخابات البرلمانية اللي تعملت في اواخر 54 في سوريا كانت تعتبر اول انتخابات حرة في العالم العربي كلها والناس شموا هوى الحرية لأول مرة من سنين طويلة جدا في سوريا الانتخابات دي بيينت قد ايه سوريا كان فيها ثراء في الحياة السياسية ملهوش ما فيه في اي دولة عربية تانية الانتخابات اللي اكتسحتها الاحزاب والافكار الجديدة عموما فكل حاجة طبعا كانت مع الشمى السوريين ان الدنيا هتتحك لهم اخيرا ويبدأوا عهد من الحكم المدني المستقر والنظام الدستوري والتعددية السياسية والتنوع الديمقراطي ولكن للأسف تأتي الرياح بما لا تسده فتستريح فيه خزوئين واقفوا للشعب السوري الاولاني هو ان الجيش ما رجعش لثكناته بعد ما قالش الشيش الشكل ولكنه فضل مسيطر على السلطة من تحت الترابيز كدولة عميقة بتتحكم في الدولة المدنية اللي في الوجه الخزوئ التاني كان مين بقى حزر فزر هو فيه غيره عبد الناصر اللي تزامن ذياع صيته كالبطل اللي واقف قصاد العدوان الثلافي واستحمل ضربهم مع انتخابات البرلمان في سوريا او الخزوئين دول هيتحدوا في خزوء واحد مزدوج هيرشأ في الديمقراطية السورية يفلقها نص صين زي ما حصل مع العراق وغيرها من الدول العربية يعني كان اول نقاء لسوريا مع عبد الناصر خلال الفيلم بتاع حلف بغداد سنة 55 لما عبد الناصر حاول يحشد القيادات العربية في صفه ضد رئيس الوزراء العراقي نوري السعيد وطبعا موقع سوريا من الليلة دي مهم جدا ده ولقى في النص في قلب العالم العربي ما بين مصر في الغرب والعراق في الشر وكمان جنب فلسطين المحتلة والاردن وتركيا فانضمام سوريا لحلف بغداد من عدم وكان هيترتب عليه حاجات كتير جدا لان سوريا لو كانت انضمت العيد في بغداد كان دول عربية كتير عملت زيها عشان كيرا عبد الناصر لما دعا الزعماء العرب للقاهرة عشان يناقشوا الموضوع ده في القمة اللي عملها كان تركيزه على الوفد السوري تحديدا رئيس الوزراء السوري وقتها كان فارس الخوري كان عنده 77 سنة يعني من جيل نوري السعيد كان راجل بتكلم اكثر من لغة بطلاقة راجل واسع المعارف درس علوم الرياضيات وبعدين داخل كلية حقوق مسك منصب رئيس البرلمان السوري اسس كلية الحقوق في جامعة دمشق ترقص الوفد السوري في مؤتمر تأسيس الامم المتحدة سنة 45 ولغاية النهاردة يعتبر هو المسيح الوحيد اللي مسك منصب رئيس الوزراء في سوريا المهم مع الخلفية دي كلها ما كانش حد عنده شك في انه هيكون ميال لموقف نوري السعيد بخصوص حلف بغداد وبالرغم من كده بسبب ان المعارضة في سوريا كانت ضد حلف بغداد فالراجل اعلن ان سوريا هتلتزم الحياد في الموضوع ده لا هتؤيد ولا هتدين بالنسبة لعبد الناصر ده كان مش كفاية خصوصا لما الخوري صرح مرة وهو بيدافع عن نوري السعيد فقاله انه ما كانش هيحتاج اصلا ينضم الحلف بغداد لو كان في جيوش عربية عيدلة ممكن تدافع عن العراق الكلمة اللي جيت لعبد الناصر عالجرح طبعا فطلق عليه الاعلام المصري الحاجة اللي هيجت المعارضة السورية بما فيها حزب البعث على فارس الخوري اكتر فالراجل استقال وريح دماغه والازع في القاهرة تهلل لخبر الاستقال او اللحظة دي كانت اللحظة المفصلية اللي دخلت سوريا لمعسكر الناصرين المعسكر اللي تفضل فيه لمدة ست سنين تقريبا غير كده كانت دي بداية علاقة خاصة بين عبد الناصر وحزب البعث السوري العلاقة اللي هيكل لها دور جوهري في رسم مستقبل سوريا بعد استقالة الخوري بدأت بسرعة عملية نصرانة الحكم في سوريا اللي هو استنساخ للنظام في مصر وفي مارس خمسة وخمسين رئيس الوزراء السوري الجديد صابري العسل يوقع اتفاقية تحالف عسكري مع مصر بتنص على دمج القوات المسلحة للبلدين التحالف اللي خلى الجيش السوري تحت قيادة عبد الحكيم عامر وبدأ الجنود السوريين يتدربوا في مصر واللي كان من بينهم طيار شاب في قوات الجوية السورية اسمه حافظ الأسد إلا هيوريس الليلة دي كلها في الآخر التربيت عبد الناصر وكمان في نفس الوقت السفير المصري في دي مصق بقى ليه نفوذ وسلطة غير عادية لدرجة ان الناس كتير كانوا بيشبهو بالولاة العثمانيين أو المندوب السامي الفرنسي أيام الاستعمار الراجل مكتبه بقى هو القلب النابض للحياة السياسية السورية لأن كل اللي عاوز يتمسح في عبد الناصر وياخد البركة كان لازم يعدي على السفير المصري فطبعا كان عنده علاقات خوية مع الرؤساء ورؤساء الوزراء والقيادات العسكرية في سوريا وكان طبعا بيعمل كل حاجة تدعم حلفاء عبد الناصر في سوريا ويتوقف المركب السيرة لأي حد شاف عبد الناصر ولا صلاش على السيسي ده غير الرشاوي اللي كان بتدفع السفرة المصرية لإعلاميين سوريين في سورة مرتبات شهرية عشان يتحكموا في تشكيل الرأي العام في سوريا بروز عبد الناصر وصيته في الوقت ده ألهم زباط كتير في العالم العربي كله وطبعا في الجيش السوري وحمسهم إن هم يحلموا يبقوا رموز زيه في يوم الأيام يبقوا عندهم نفس سلطته شافوا في ديكتاتورية عبد الناصر حاجة شبههم خصوصا إن هم زي كل العسكريين كان موتهم وسمهم الحياة المدنية والبرلمان وموضوع إن الشعب يحاسبهم والديمقراطية وقلة الأدب والمسخرة دي كلها طب ما في مصر ما عندهوش ديمقراطية وعاشين زي الفل لو الحاجة اللي خليتهم يدخلوا في السياسة السورية بقلبي جامد الزباط هم نفسهم اللي هندسوا موضوع التحالف مع الجيش المصر ده خصوصا رئيس الأركان شوكة شقير ونائبه عدنان الملكي ولكن يحصل حاجة تخليهم يسرعوا الأحداث أكتر لما يتم اغتيال الملكي سنة 55 على إيد واحد من الحزب القوم السوري إلا مين دول مش قوميه؟ يعني المفروض ناصري لا حضرتك القومية تاعت ناصر دي قومية عربية دول بقى بتوع القومية السورية اللي هم تقدر تقول كده الكيمتيين بتوع سوريا فيلم كبير بقى عن سوريا الكبرى واحدودها الواصلة لسينا في مصر بلو أبرص حتى وإن السوريين دول أمة مستقلة ما لهمش داعوا بالعرب وبتاع فاغتالوا الملكي لأنه كان قومي عروبي الحاجة اللي استغلها الجيش عشان يعود على كل الحركات والأحزاب السياسية ويبططهم وكان رأس الحربة في الليلة دي في الجيش العقيد عبد الحميد السراج اللي قاد حملة قمع ما حصلتش في تاريخ سوريا خلت الناس يخافوا لما تيجي سيرته لحد النهاردة وفي خلال ثلاث سنين السراج فرد سيطرته على كل حاجة في سوريا وبقى هو الرجل رقم واحد في سوريا اهو ده الشخص اللي عبد الناصر اختاره عشان يحط سوريا بين ايديه بمجرد قيام الوحدة لا ومش بس كده ده طلق ايديه اكتر واكتر عشان فساده وخرابه يتعدى حدود سوريا ويوصل للعراق واللبنان والأردن السراج كمان استغل حتى اغتيال الملكي عشان يطهر الجيش تماما من اي ايديولوجيات غير القومية العربية الناصرية ومش بس الجيش لا ده اقصاهم عن الحياة السياسية في سوريا تماما الحاجة اللي في الجيش كانت في شكل اعتقالات ومحاكمات عسكرية ونفي واغتيالات يا لاخ والحملات دي طبعا ما بتطقفش عند حد معين لا بيتاخد فيها ناس كتير جدا في الرجلين ما لهمش علاقة بأي حد زي مثلا شعراء سوريين زي ادونيس والمغوط واللي ما كانوش بيمثلوا اي تهديد امني لأي حد واللي كانوا مسجونين اساسا ايامها وفضروا يعني اللي باقي من عمرهم اتكلموا عن كم الرعب اللي شافوه وحسوه سواء في السجن او بعد ما خرجوا منه الرعب اللي ممكن تتخيلوه بعد اللي حكيته لكم عن اللي حصل لفرج الحلف في الشوارع بقى انتشرت نقطة التفتيش اللي بتوقف العربيات واللي ماشيه وتفتشه وانتشرت مداهمات زوار الفجر للبيوت وكترة القصص اللي شبه قصص فرجال الحلف واللي كانت تفاصيلها بتحكي مدى سادية السراج وتفننه في ابتكار اساليب جديدة للتعذيب اللي هو اخي ما تفهمش الناس دي اتعلمت الكلام ده فين وليه اصلا وخصوصا في دول منطقة الهلال الخصيب دي اللي هو لما تسمع قصص اللي بيحصل هناك تحس ان اللي في مصر دول ملايكة مقارنة بيهم وهم كلهم ولاد اسدا واحدة يعني او اساليب التعذيب اللي بتكارها السراج مازالت هي هيها اللي بتستخدم النهاردة في المعتقلات السورية يعني حسب توثيق منظمات حقوق الانسان كل ده نشر جو عام من الرعب في سوريا كلها جو مازال موجود لغاية النهاردة الناس بقوا بيخافوا يخرجوا من بيوتهم او يتأخروا برا البيت اصلا فاكرين من شوية ما كنا بنقول ان الناس كانوا بدأوا يستبشروا بالمستقبل المشرق وبدأوا يشموا هوا الحرية في اللحظة دي الناس كانت الدنيا كلها سودة فانيهم الحاجة اللي ما كانتش بتستخبع على اي حد بيزور سوريا اياه بعد كده ييجي تأميم عبدالناصر لقناة السويس سنة وخمسين وبعدها العدوان السلاسي الحاجة اللي كانت نقطة تحول كبيرة في سوريا بمجرد تأميم القناة النظام في سوريا اعلن دعمه الكامل والمطلق لقرار عبدالناصر ولما بدأ العدوان السلاسي سوريا قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع بريطانيا وفرنسا بل عرضوا حتى ارسال قوات من الجيش السوري عشان تحارب مع الجيش المصري في القناة وزباط سوريين فجروا ثلاث محطات ضخ مهمة على خطوط انابيب البترول اللي رايح على اوروبا فعملت ازمة كبيرة في امدادات الطاقة الاوروبا ولما خلصت المعمعة دي كلها وطلع عبدالناصر في صورة البطل المنتصر اللي انهزم بس مش قوي الناصريين في سوريا راكبوا الترند وبدأ حزب البعث يستغل الموقف في الترند عشان يعجل بالوحدة مع مصر واللي عجل الموضوع اكتر حاجتين اولا الماد الشيوعي اللي عمالي يزيد في سوريا ماهو روسيا هي كمان بتلعب في سوريا مش عبدالناصر بس والموضوع بقى فيه اتفاقيات تجارية وصفقات تسليح روسي للجيش السوري ولما العدوان السلاسي حصل على مصر الرئيس السوري شكر القواتلي جاري على روسيا واخد منهم وعود بان روسيا متكفلة انها تحمي سوريا لو حصل عليها اي اعتداء مشابه زال اللي حصل على مصر تاني حاجة كانت رد الفعل الدولي على الزحف السوفيتي على سوريا وده كان ايام الحرب الباردة بين روسيا وامريكا امريكا كانت ملتزمة باحتواء النفوذ السوفيتي في العالم وانهم عشان يحققوا ده هيقدموا مشاعدات عسكرية واقتصادية لاي دولة في الشر الاوسط عشان تدعمهم في مواجهة الشيوعية وطبعا امريكا بالكلام ده كان من اوائل الدول اللي تقصدها سوريا سوريا تعمل ايه بقى؟ تعمل العكس تترمي في حضن روسيا اكتر وتوقع معهم اتفاقات اقتصادية اكتر واكبر لا وكمان تطرد الدبلوماسيين الامريكا من عندها امريكا طبعا مش هتوقف تتفرج فاعلنت عن خطط لامداد الاردن والعراق ولبنان بأسلحة امريكية ودعمهم في مواجهة التهديدات الشيوعية من سوريا تركيا كمان بدأت تحشد قوتها على قدودها الجنوبية مع سوريا طب وروسيا هتوقف تتفرج يعني؟ لا لازم توردهم نفسها يا كمان فتبدأ بقى حرب التصريحات بين روسيا وامريكا وروسيا بتلمح انها مش هتسيب سوريا لوحدها والدنيا تولع بقى لما بالفعل سفن حربية روسية تروح على ميناء اللاذقية السورية يوم عبد الناصر يدخل على الخط بقى ويبعت وحدة من قوات الجيش المصري اللاذقية عشان تتمركز قصاد القوات التركية على الحدود الشمالية لسوريا فيخطف عبد الناصر اللقطة من الروس ويظهر بصورة البطل اللي صد غزو الناتو لسوريا الحاجة اللي تخلي دعاة الوحدة في سوريا يقوله ما بديهاش بقى ما الراجل يقعد علينا شرعي بقى ونخلص بدلا ما هو مرافقنا في الحرام كده وهو مصر ققرب لنا من روسيا غير كده عبد الناصر رجل عسكري وانقلابي جين يعني هيبقى زيتنا في دقيل وبالفعل يطلع وفد من العساكر من سوريا على القاهرة عشان يقابل عبد الناصر شخصيا ويطلبه منه ويجي يطلب ايد سوريا رسمي بقى وبابا موافق وبتاع وقتها كانت الحماسة واخدت كله وما كانش لسه فيه تصور واضح لشكل الوحدة دي هيكون ايه بالظلط وطبعا طبعا محدش في سوريا كان في باله خالص ان الموضوع ده كان يعني ضمنيا التنازل عن السيادة السورية النقطة ايه بقى ان وفد العساكر اللي راح لعبد الناصر يعرض عليه الوحدة ما اخدش رأيي الحكومة السورية اصلا ما عرفهمش بالموضوع حتى الرئيس السوري ما كانش عنده علم بالموضوع ولا حد عرف الشعب او اخد رأيه في الفكر مستقبل سوريا كله بيترسم على ايد شوية عساكر غير منتخبين وما مش حد يقدر يحسبهم على اي حاجة بيعملوه فحرفيا بيعربدوا في البلد بالتواطق مع رئيس دولة تانية اللي هي مصر عشان كده الرئيس القوات اللي اللي امعرف بالموضوع ده قال انه انقلاب عسكري عبد الناصر بقى لما استقبل الوفد وسيمع العرض اشترط عليه مشوات حاجات عشان يقبل الحاجات اللي هتقضي على الديمقراطية في سوريا تماما اشترط الغاء البرلمان وحل جميع الاحزاب السياسية عشان نبقى زي بعض ينفع يبقى انتوا عندكم الكلام ده واحنا ده احنا ده طب ما هم اساسا ضد الديمقراطية ومحدش من السياسين في سوريا استوعب حجم الكارثة اللي هم داخلين عليها غير بعد ما العساكر زبطوا كل حاجة مع عبد الناصر ورجعوا سوريا بالفعل النقطة ايه بقى ان الاحزاب في مصر اتحلت غصب عنها بالقوة لكن في سوريا كان مطلوب من الاحزاب ان هم يحلوا نفسهم بالحب كده حزب البعث ما كانش عنده اي منع قالك مع عبد الناصر هيزبطنا بعد كده قدام معلش نقلع دلوقتي وبعدين نلبس كلنا مش مشكلة يعني المهم الناس اللي بتفهم سياسة في البلد اتفزعوا فجيروا بسرعة يصيغوا مقترح الاتحاد فدرالي بدل الوحدة الكاملة بحيث على الاقل سوريا يكون عندها حكم ذاتي او شيء من الاستقلال بس عبد الناصر رفض ده تماما المسيار ماليش فيه لابد ان يدخل بها وخلاص كان فات يعني اواني النقاشات دي اصلا والعساكر في سوريا قالوا للسياسين كل ارد يلزم شجرته بقى وكفاية دلع اللي هنسمع صوته بعد كده ما كانوا في المفشخة في المخابرات فمسيقوا العقل كده وهدفه ويتم الاعلان عن الجمهورية العربية المتحدة ويتم اشهار الجواز قدام العالم كله الجمهورية اللي هتكون عاصمتها القاهرة ورئيسها عبد الناصر والنقطة بقى ان بعد ما تم الاعلان عن الجمهورية الجديدة بعدها اتعامل استفتاء سوري كده في مصر وسوريا عشان يده القرار وش شرعية كده بيبرق قدام العالم الاستفتاءات اللي تم طبعا تزويرها وزير الصحة في الجمهورية المتحدة الجديدة دي بشير العظمة حكى في مذكراته ازاي شارك في تزوير الاستفتاءات دي بانه كان بيصوت كذا مرة في كذا لجنة وغيره عمله كده كتير وطبعا مدام الاستفتاء مزور يبقى النتيجة هتكون ايه تسعة وتسعين وتسعين من مية في المية في مصر بينما سوريا يعني اللي اظهر كان فيها خوانة اكتر النتيجة كانت تسعة وتسعين وتمانية وتسعين من مية في المية بس يعني اذا كان اول القصيدة كفر فما بالك باللي جاي السواد الحقيقي بقى كان مع اعلان تشكيل حكومة الجمهورية المتحدة لان حذر فذر وزير داخلية المحافظة السورية كان مين عبدالحاميد السراج الجزار ذات نفسه بس يدي حكاية تانية ونشوفكم على خير ان شاء الله